مع نظام صحي منهار ودولة لم تكن بحال أفضل وقوات أمنية ضعيفة وسيئة التجهيز إضافة إلى نشاط اقتصادي متوقف يدفع فيروس إبولا لبيريا الدولة الأكثر تضرراً بالوباء المتفشي في غرب إفريقيا إلى شفير الانفجار الاجتماعي ومونروفيا العاصمة التي تضم أكثر من مليون نسمة وذات التنظيم المدني الفوضوي والتفاوت الهائل على أهبة الاشتعال في أي لحظة وحلت منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية محل السلطات العاجزة وعمدت إلى تركيز عملها ضمن هيئة تشارك الدولة في إدارتها وهي مركز عمليات إبولا لكنها بحاجة ماسة لمساعدين والأسبوع الماضي وبعد حصولها على مساعدة بقيمة 52 مليون دولار من البنك الدولي تخلت الحكومة الليبيرية على الفور عن مهمة إدارة المركز تاركة الأمر لهيئات الأمم المتحدة لصيانة وبناء مراكز لمعالجة إبولا ترجمة نانسي قنقر